السلام عليكم ورحمة الله الزوف اللون على بلنا كامل باللي تبون غادر الجزائر ذلك عنده قريب أسبوع لكي يكمل يعالج في ألمانيا و من اللي ساب حرفة جديدة وكأنه سيخلص سيخلص من الخازنة العمومية سيقوم بإمكانه سيقوم بإمكانه سيقوم بإمكانه من أموال كيف سيقوم بإمكانه بين تعازي والتهاني الذي يموت يعزيه والذي يريد أن يقوم بإمكانه يربح في شيء هذا خمس عائلات في تبسة عن طريق تويتر ما تجيش بعث لهم رسالة من رئاسة الجمهورية كما قلنا لك الخطراء سمعت لأنه خاصة نحن نعذروا الناس مثلا كنزوا و لا في ثلاثة جانران بحرين و لا يقرأوا لك تويتر و يتبعوا لك تويتر و بعثهم رسالة و بعثها عن طريق الوالي و يديها واحد موظف لكل عائلة قراءة تعزئات على رئيس الجمهورية حتى و لكن هذا يبقى قراءة الجمهورية مزور و مفروض فورضة على الشعب الجزائري من طرف جنرالات و لكن مدام تحب تلعب دور تلعبوا على أجوة أكملية وجهة و تضعها في تويتر و الثانية اللي فريمو هي هنا فارق كورتليد يربح ماتش في مجموعات في كأس أفريقيا يربح 24 و 23 ضد المغرب و صحة و يا أبطال و صحة و يا جدا و يا جدا و كانت يعرف شوية كورتليد ما يجريش ما يزربش يهني لأنه فوز كيمانا سيريان ديوتو والو جزائر راهدات ستة و سبع بطولات أفريقية الأندية الجزائريكة تنسيطرة على كورتليد الأفريقية الجزائر في الثمانينات و سبعينيات كانت متفوق على فرنسا في كورتليد الجزائر في كورتليد بفضل عزيز درواز اخترعت تكتيك جديد كورتليد بفضل عزيز درواز لأن اللعبة الجزائرية تقصير القامة و كورتليد و كورتليد و كورتليد و كورتليد و كورتليد فريقية وتهني نهاراً لذلك كان هذا الفريق قبل أن يصل إلى مصر كان لم يكن لديه فشي يروح يقول له أن يذهب إلى الخطوط الجوية العادية لكي يمشي من الجزار القاهرة يعني موعدة أربع ساعات طيرا قالوا له تدير 36 ساعة بليزيسكال يعني يوصل منهك 36 ساعة ويمكن تسي تبونتا وعليش ما تدخلش وما قلت لهم شعيب فريق ماشي يشارك في نهائيات كأس العالم يمشي في خطوط جوية عادية ما يديرو له طائرة خاصة أنت نزار ديروه طائرة خاصة باش يجي من إسبانيا هو محكم علي بعشرين ستنار حبس وفريق وطني رايح باش يمثل جزائر ما يديرو له طائرة خاصة عشت كيفاش وبقاوة تخبطه وكذا ومنه نزيدلك مولاكم 13 خطرة بطل الجزائر في كرة الملاكمة يمشى عنده عام ذرق يمشى مع الفريق الوطني للكوبا وصيبه بمرض ما عرفوه شو واشنو جاوا تيشوف سبيطنا في عين ولمن لليوم وين رحتوا السيطبون كيف تحب تحتم بالرياضة وعندما لم تشربوا حول كونتر المغرب كنا بكنا نلعبوا كونتر الروس ونلعبوا كونتر دانوات دانماركيين وكونتر في ألمانيا الشرقية اللي كانوا عندهم يعني ورومانيا سمع الجزائر كانت مدرسة في كورتريد وكما قلت الجزائر اخترع التكتيك في كورتريد لكي لا تخلعنيش لا يخلعنيش فوز ضد المغرب هذا شيء عادي هو لو جات الدنيا دنيا ولو كان جات الدنيا دنيا رأي الجزائر هي اللي تنظم كأس العالم ماشي مصر كأس العالم كورتريد الجزائر اللي تنظمه لماذا معناش ويننظموه وعلاش مصر خير منا عندهم كان يطلع مصر عايش بالصداقة تاع السعودية والمريكان مصر عايش بالصداقة تاع السعودية والمريكان وينظموه نهائي كأس العالم بتاع كورتريد قاطر اللي بارح برك كان يرعاه بالإبل كورتريد من على عامين ينظموه كأس العالم الكورت القادم وينك يا جزائر؟ جيت تايا صحيتو يا أبطال وقداو كأس العالم لا تقدرش تكسب قلوب الجزائريين بالهفان هدايا تعتني كفريق كورتليد اللي نربحها ضد المغرب بهدف فاصل هدف فانت كات على فانت 24 هذا ضد 23 وعشرين وتهلل وسلسل مات اللي رح تربح لي انه اللي قورتلي الجزائريا رح في الحظير هذا هي المقابلة الوحيدة اللي رح تربحها والباقية اللي ينوب أركب بكري طمحوا باش نوصلوا لدور ثم نهائي نوصلوا للربع النهائي كان الفريق الفرنسي اللي مبعد ولا بطل العالم كان مشحن مرة كان يجي يدرب في الكنابس تاع بن عكنون كان يجي يدرب في الكنابس مركز الوطني للتربية البدنية والرياضية تاع بن عكنون يجي يدرب في الجزائر كان فريق ألمانيا الشرقية كان بكري ألمانيا الشرقية يجي ويدربوا في ال STS تعديل إبراهيم ما هذا؟ لا تخلعني لا تخلعني لا تخلعني تخلع لما يعرف الرياضة وليس فايق كيفية طاحت الجزائر في كورة اليد نرمال ما نلعبه كاس العالم نرمال ما نلعبه نرمال ما نلعبه الجزائر اللي جابت للامجاداني والعرباوي والهاشمي وخيات كيكي وكيف حال من أبطال جابت وعزيز الرواز من الكبار المدربين وعلم وجابت حميش وجابت 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 ومخناش وكيف حاله؟ ليس قادرة تجيب هذا اللي يرام اليوم يشارك وهذا قادرين يكونوا عشر مرات أحسن من اللي يراهم على اليوم بشيتي رئيس بحرف قاعدة في الانمان سمعت الخزينة العمومية تصرف عليه ومصاب حرفة يدراه ويبعد في التعازي والتهاني لا يا أبي ليس لدينا جميعا لا يمكنك لدينا جميعا لدينا جميعا الجزائر ويبعد أكبر 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 تتكلمتا ليس لدينا جميعا ويسرقوهم صحابك والذي قدت على بارك ويرراهم هذا هو أكبر 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 الذي تعد في هذا التعازي تتنيني الفارق يقرب مجددا ويجبونهم وعلى بارك ويرراهم ومن المفروض أنك في الحبس من المفروض أنك في الحبس تهمت التسطر على المسروق حتى تستر على الشيء وقلت على بارك ويرراهم أبان أننا فقط أجلبهم كنت رح من الألمان إلى السلام عليكم ورحمة الله